السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اشترح لمعرفة كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بلوحة تحكم العضو واللي معروف باسم e-world.dxntu.com طبعا الآن نحن على الهومبيج الصفحة الرئيسية طبعا مثل ما شايفين اللي يكون الأولى هي راح تنقلنا إلى المنتجات وانواحها ومصنفاتها بحسب ما أخبار الأحداث أو المؤتمرات أو الأشياء التي تعقل جديدا في الشريكة كذلك نيورجيستر هذي تخص التسجيل يعني لو واحد يضغط عليهم ويسجل شخص من نفس هذه اللوحة التحكم بإمكان ذلك كذلك هنا هي هذا القسم اللي أكثر شيء نحتاجه اللي هو الماركتينج طبعا أهم شيء فيه هو السلزقروب السلزقروب راح ينقلنا إلى الصفحة اللي نقدر نتابع بها مبيعات المجموعة ولتتحدث كل 24 ساعة طبعا هنا عندك المؤهلين تحتك من الأعضاء إذا كان في عندك نجوم طبعا هنا ماي دي اكس ان ماب يعطيك خارطة الكرة الأرضية وإذا تضغط عليها ستصبح راح تطلع عندك العماكن يتواجدون بها عضاء هنا عملية العرض تريفيو على شكل شجرة راح يعرضون العضاء عندك ويمكن دخل عليها تأكد منها هذه بيانات العضو الدولة اللي سجل عنوانا بها ستظرنا طبعا هذه النقاط تظهر للعضو اللي وصل ستار ايجنت وتجاوزت نقاطه 6000 أصبح أنه الآن ما يذكرون للنقاط التراكمية بل يذكرون ما عندهم النجوم وطبعا مثل ما شايفين هنا يعني عدد العضاء الموجودين تحتكم ثمانية ودرجتهم اللي وصل إلى ديستربيوتر هم أيضا ثمانية في عضو واحد اللي هو نفسه اللي احنا في لوحة التراكم الخاصة اللي وصل إلى درجة ستار ايجنت طبعا إذا كان في عندك ستار روبي هنا راح يكتبون أو ستار دايمن أو اس اس دي وهكذا هنا تعرف الحصائيات الرئيسية بالنسبة للعضاء هذا رقم العضو اللي موجود معاك وهنا طبعا الجيل طبعا الشخص الأول اللي هو صاحب الشبكة يكون صفر أكيد لأنه ما ينحسب ولجال اللي تحته بالجيل الأول يذكرون هكذا المسجلين في الجيل الأول طبعا إذا في جيل ثاني يكتب رقم اثنين طبعا هنا الفل نيم وبعدين هنا بيرسونر بي في النقاط الشخصية وهنا نقاط المجموعة الشخصية بيرسونر بروب بي في اهنا مجموعة النقاط سواء كانت النقاط الشخصية أو المجموعة الشخصية اه هنا مجموعة النقاط اللي هي اذا كان فيها عروض من بداية التسجيل اه طبعا لما توصل مجموعة يكون عندك مجموعة ماسية هنا ايضا تذكر نقاطها اه وحالة العضو مثلا هنا مكتوب هنا اس اي اللي هو الستار ايجنت طرعا تاريخ الانتحاقي يذكر في حال عضو جديد سجل اول ايام يضعون لتاريخ الانضمام حالة العضو هل هو اكتف او اكسباير فاذا موجود علامة اين معناها اكتف اه و هنا يكتب بحقيقة اسم السبونسر مع رقم عضويته هذا يعني مهم جدا لانه واحد يقدر من خلاله يتابع بشكل سريع كيف احصل على البونس من خلال هذه البونس عند الضغط عليها رح ينقلنا الى صفحة هذه الصفحة موجود فيها تقريبا ملفات لثلاثة اشهر مثل ما رح تبين معنا طبعا بما ان احنا الى الان لم ندخل تاريخ تسعة ستة فما نزلت عمولة شهر مي لكن موجودة عمولة شهر ابريل وموجودة عمولة شهر مارس بس نضغط على داول لوند ستيتمنت رح يفتح عدنا ملف بي دي اف طبعا هذا الملف في البي دي اف مثل ما انتم شايفين اه مكتوبة الاسماء والنقاط وكيف اجت الارباح والتوتل طيب هذا موجود ومحسوب بالرنجت اربعمية خمسة وسبعين رنجت لو رجعنا على اه نريد نشوف شهر لقبله شهر مارس اه ايضا موجود اه يعني مجموع النقاط وكانت الحالة لا زالت عبو اه في نقاط شخصية الف وخمسمية وفي نقاط القروب تقريبا الفين ثلاثمية وخمسة وستين مع نقاط القروب فااا كانت ميتين اثنين ثمانين فطبعا هذا هي هذا اللي نازل في شهر ابريل بالنسبة ايضا لو شخصة رادي تربها في دولة ليس فيها فرع ايضا لو رحنا على رح نحصل هنا معلومات اذا كان في طلبات اذا كان منفعل الطلبات اللي نحتاجه هو نحتاج توضيحه اللي هو هذا مهم جدا حقيقا ندخل على من و سرح نجد علامتين موجودة اللي هو لو اختارينه مثلا اذا طبعا مشتري الكود من ماليزيا بدخل ماليزيا اه دخلنا ماليزيا لما دخلنا ماليزيا اه طبعا يختلف شوف له الدخل دولة ثانية مثلا يونتد عرب امارات اه يختلف اه الدخل انتر كيت كود اه اللي هو الرقم و بعدين الكاشف لكن لما دخل ماليزيا هي طلع لك تفاصيل مختلفة انما دخل اه ال DCM منبر DCM اه نمبر وهذا ممكن تشوفه من خلال هذه الصورة لو استعررناها فهذا هذا يكون بالفاتورة دي اه دي ام سي دي ام سي ادخل فقط لان الرقم الثاني مكرر بس الاول واحد واللي هو عبارة عن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر ارقام فقط عشر ارقام فقط فلما ندخل نحتاج ايضا بعد ما ندخل هذه العشر ارقام ندخل ندخل ايش الكاش الكاشبل وين الكاشبل هذا هذا كاملة يدخل هذا من بعد كلمتنا دوت رحمة الله رحمة الله رحمة الله